يجب أن تشرب وتلبس ميزوفير ويصالير كانوا من تحدى أي واحد ولا جاء واحد عاوننا كانوا من أموال المسيئرين حتى الترانسفير للأماتور أو بروفيسونال يتفالي للأجان هذه أموالنا التي أعطينا نتحدى هيجي اليوم ويقول لك بالإحنا آخر نحن استرجعنا نسبة من الأموال تتعنا نهايه نحن استرجعنا نهاية ترجعنا في الملاد على سبيل من الزرق لنجمع المسيئرين لنجمعي بمانتي ukériين قبل أن تشربت noget الأ getting النشاء عن ذلك أهمت المقضة فلسالية تج using 20 أموال لكن هذا المتحدث انتحدث أن peso القضاء القضاء أولاق كل الأولاق راهي عند القضاء وأنا ما نخاش من الحقيق يقول لك لي ما فكرش بن ما يخاف من النار أنا شويراني اليوم راني معاك لو كان ندرت نروح نهرب أمام سيجي بار ماهذا كات مليون دينار نلبس سنايا كات مليون دينار في العام كيفاش ندي كات مليون دينار نحن وصلوا النقاش معك كامل سعودي ونرضي لسعودي عندنا فاصل أعلاني مشاهدين الكرام فاصل أعلاني ثم نواصل مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا إلى الجزء الثاني من حصاتكم الأسبوعية نهر الكرة مع ضيفي لهذا العدد ويتعلق الأمر بكلم سيد نوردين سعدي وكذا كامل سعودي رئيس فرح كرة القادمة من فريق نصر حسين دي تطرقنا في الجزء الأول للحصاء إلى قضية الأسبوع والتي خصصناها للحديث عن التحكيم وتكرر أخطاء التحكيم والانتقادات التي وجهت التحكيم ثم عرضنا للحديث مع ضيفي لهذا العدد نوردين سعدي وكامل سعودي خلينا توقفنا في نهاية الجزء الأول كامل سعودي عند الحكم القضائي الصادر في حكم وضحت أنت القضية قلت أنه يعني وش نلبس كما قلت بالعامية 400 مليون وش نلبس في العام 400 مليون قس المبلغ اللي عقبوك عليه لكن يبقى كما سعودي قلت لك أنه حكم قضائي يعني نوع المال الأمر غارب علش ما قدمتلوش القاضاء التبريرات ليخلي أنه القاضاء ما يعاقبكش بخمس سنوات نحن نعطي كل المال الأمر الغارب والقضاء يجب أن يكون هذا وكان استقناف نحن نعطي المشكلة لا أعطي العدال على كل شيء صحيح كل احترام العدال الجزائرية السيد نوردين سعدي تحدثنا على أسباب المغادرة لك الفريق شبيب تبجايا والنتائج لي ما كانتش ووضحت رؤية مدرب دائما نوردين سعدي هو الضحية في البطولة الوطنية يتم الاستغناء عنه ولا التقافة في الكورة الجزائرية هل المشكلة في الرؤساء الأندية أم المشكلة كذلك سيد نوردين سعدي في المدربين لازم نعطي عرفه الشيء بين قوسين هناك مدربين خبزيست في البطولة الوطنية هناك مدربين يحفرون لزمالئهم مدربين آخرين شوفوا أنه كان هناك مدربين مثلا نوردين سعدي لم يمشتش مع هالأمور مع فريق شبيب تبجايا لما يشعر أنه الزاميل نوردين سعدي راح يتم إقالة وتشوف مدربين يريحوا في المنصة الشرافية ظاهرة موجودة في الكورة الجزائرية أنا نظن لا هذه عشوائية ما نظن شهادة والمشكلة مشكلة كبيرة أنا نظن بالنسبة لي أخليني وتبعني المجيح نظن زمان كان المتفرج كان يفكر بشعوره وما كانش واحد يدزوا ولا يطبعوا بش يفكر كما الآن الناس تفكر حسب ما تقرأ والصحف الرياضية للأسف بعض الصحفيين الكثرة يعلقوا بإحساس سمعني أنا طاحت لك قضية المدربين كيف مدربين خبزيس أنا نهضر لك على وشوصير علاش الموحيط كما نقوله المدرب ما يقعدش ولا يتبدل دائما التغذية المتفرع المشجع دائما عبر القراءة وهكذا راح يطير مربحش ماتش أنا نقوله البارح سندرلن نف ماتش زيادة على هذي يرحم مولديك يتكلم نقوله فريق ما هم الآن يتكلمه على بجاية الهبوط إلى الدرجة ومبعد تهبط الدرجة ثانية يرحم مولديك هل الهبوط إلى الدرجة ثانية هي أنه تمحي الستوارت على الكلاب نهد راهي في الدرجة ثانية ما زلت عندها الستوارت على الكلاب نحكي لك الناس راهي متفاجأة من المسيرة الاربعة نقوله الاربعة ني مان فيو الاربعة سيطن 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 الاربعة قبل لما تطلع كان عندها دي جور اكستراردينير الامage دي جوراً دي جوراً دي جوراً كاين لعبين كاين لعبين كيرجعوا الآن برمير ديفيزيون الستوارت رجعت الذكر الستوارت السيسي يا رحم مولديك مش يطفات خلاص قداش نعام ولت سيسي ما نش عارف مش ايكيب يعني ثم عودت طلعت بعد سنوات الستوارت ثم لسقت معاها حبيت نقول باللي إذا كان الفريق ينزل للدرجة ثانية لأنه ما هوش ما عندوش امكانيات بشرية ومادية ما هوش سيطاين كاتاستروف ليتخلي يعني هذا كل الشغب وتتخلي لها فيولونس تصير هابطت تطلع لكن سامعني نهضروا على جيو فانتيس هابطوا من تحت قاعد حاودوا وطلعوا وحياوا الفريق اللي عنده ماضي جاوبنا السيماعني سيد نوردين سعدي سيد نوردين سعدي انت ماكش حاب تتكلم على زملائك المدربين نتفهمه لكن لازم نطرحوا القضية لو رئيس النادي يشوف أنه لو يقوم بإيقال سيد نوردين سعدي ومحش يلقى زميله رح يعوضوا في الموسم ممكن ما نشوفوش ظاهرة الإيقالة المدربين لا لاش يتخذ لا جانب هذا نقولك حاجة ما يسيب كامل سعودية رأيتها لا رأيتها أنا جياد بسيكي انتراني سنسرمان جي كمان ديراج جي جي بلزور أكازين كم نقولو دو ترابع بلزور انتراني موجودين في الساحة كاليفيهم كي سون اونت كمان قولو حنايا كاليفي نرزولتا ممشاش معهم مي كايين كي سون كاتاستروفي خبزيست ما يهموش يعني المستقبلة على الفريق وحتى زميله هو الإشكال في زميله ما كيش تضامون مع زميله المدرب الآخر كل واحد ما نباوش أنه ممكن نفس سيناريو أنا شيخنا أنا ساتاني جي ساتي اكسبرييانس المدرب وش يطلب يطلب الإمكانيات صاح ولا لا لا المادية والمعناوية ويطلب الكارت بلانش صاح ولا لا لا يطلب الكارت بلانش أنا حتى إلى يومين هذا ما كايش مدرب ما قلني شاء كارت بلانش أعمل وش تعرف ورديننا بسح بعض الأحيان حتى المسؤول يجي يدخل يقول لك ما يدخلش ما يجبش تدخل وتيكنيك مون تيكوني تيكوني با فهمني كيف ولكن يعني يعني يقول صارحة أنا هذا العام كانت عندي تجريبة وسبب وصلنا إلى هذا النتائج يعني حاجة غير معقولة وصلنا إلى هذا النتائج هاد التجريبة اللي فاتت تكلم على زهر جلول شوف أنا جي نغني عم ناظر على زهر جلول ناظر على زهر جلول أنا جوني غي أنا كي ما يقول لك نون إسانسيان كانت عندي تجريبة هاد السنة كون كون جو بار جو بار دو سطاف تيكنيك سطاف ميديك نقش غير جلول يبغتو المون الناس خالصة بعطينهم دون زاستاج الله يبارك تنك تدعيمات نوعية يعني كل الوسائل كانت مفردت لهم دونك سيطاريز امبورتان سيطاريز امبورتان لانترينور شي مهم جدا في الفارق يعني ولا كان الانترينور مخلص ولا كان الانترينور يعرف خدمته اللعب يحترمه ويطبق واشي ولا كان كنا بكوال كبير ولا كان المدرب كما قلت انت خبزي ستكفر كيفا خاصة ولي بديت مع المدرب في بداية السنة خاش بداية السنة هي شي مو لابريبارسون سيطاريز امبورتان بور لكلوب هي اللي راح تلقاها الخدمتاك راح تلقاها أنا اليوم عندي لعابين نلقاهم زايدين بربعة كيلو يعني واش كنتوا تعملوا وراه المدرب وين كان هذا المدرب أنا اليوم جبنا افتيسان حطيناهم في الميزان لقينا آخر لعاب عنده أربعة كيلو زايد هاي تقريب تخلاص الشمبيونان وين كنت وين يقول كارت بولونش المدرب هاي كارت بولونش ما ندخلش أوكي بسعه وشوارتها وربعة كيلو زايد الاخر فيعد وربعة كيلو وراه يخدمتك وراه الان وراه وراه الضامر الميهاني وليوم يجي الشعب يسبشكم يسب المسير يسب المسير على قال احنا يفت بدنا ست مدربين ولا خمس مدربين قال ساعة ساعة تاني سي لا لا ما زيدوش نغلطو احنا 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 سيد موضين سادي انا اقولك حاجة في المشكلة هذا نظن الغلطة دائما نظن نعم المسؤولين نفهم روحي السيد تكلم على اللباس وما شاء الله هو يلبسهم ليه انا نظن تكسر الراس كيوم لا لا مش تد شريف في الخردة لا لا مش يملا فايد موضر احنا صحا خلاصونا سامحني علاش علاش ما يوقاش استثمار ان انفستيسمان انا شو با ابلجي دنو ده برندر خوبزيس كيما تقول كين خوبزيس بينسور احضرنا الحكم كين دي دي جون نعم شو ملا احضرنا على لز انترنور فيه احضرنا على الجورناليست فيه 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 ولكن انا كنادي كمسير نجيب فلوس من جيبي يا اخين كالصراسي باش نستثمر في انسان كما قوت اونت مخلص خدام كمبيطان علاش ندين بعد نقول خوردا سي صال البروبلم اللي واقع في الجزائر اللي راه واقع عنا مكنش فيه اه 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 رشارش وش نحبنا على الشيو من نستثمر على اللعب نظل نجري موراه وش ترى هدا اللعب مليح هذا ميلون ترينر سلام يا شيخ خلينا احتروا جملة باختصار كامل سعودي خدموا عدنا هذا عند اربع سنة واتفنا خدموا عدنا دي زون ترينر اللي كما تقول يفو شرش اللي 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 خدموا دي ماتش وبعو دي ماتش دونك قبل تلك ما زيدو نحضر على الاربات نحضر مام على هذا الامر تاني كفهم كيف انا نحضر هنا يا او دي پاق تول مان دي بو تول مان دي بيا اي كون باقي تبدأ تخدم يبدأ يبانو لكشوفات يبانو البدا يعني بورفو دي نورد انسا دي